اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي اللورد طارق أحمد وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبول الارتقاء بها في كافة المجالات بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بعدها ترأس الوزيران اجتماع اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة وقال سعادة وزير الخارجية إن هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد تحديات كبيرة ومتنوعة لبلداننا والعالم بأسره بما في ذلك تباطئ النشاط الاقتصادي وتغير المناخ إضافة إلى الصراع المستمر في الشرق الأوسط وأوروبا مما يؤكد على أهمية وقيمة العمل المشترك مع الأصدقاء والحلفاء للتغلب على التحديات وتعزيز مصالحنا المشتركة في السلام والأمن والازدهار والاستعداده لاغتنام الفرص المستقبلية من جانبه أعرب معالي اللورد طارق أحمد عن تطلع بلاده للعمل المشترك مع مملكة البحرين لمعالجة القضايا الرئيسية والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام العالمي منوها بتوقيع مملكة البحرين على اتفاق المبادئ الإبراهيمية ودعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة وبحث الجانبان القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التعاون متعدد الأطراف وآخر المستجدات بشأن التعاون الأمني وأوجه تعزيز التعاون التجاري وخطة العمل المشتركة في الشأن التجاري وفي ختام الاجتماع قام الوزيران بالتوقيع على المحضر المشترك الذي أكد على رغبة البلدين الصديقين في تعزيز التعاون الثنائي نحو مستويات أرحب في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال عمل اللجنة البحرينية البريطانية المشتركة